السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي كيف حالكم؟ أرجو أن تكونوا بأحسن حال اليوم إن شاء الله مع درس جديد سوف أقوم بالتحدث أو بشرح ما يتعلق بملفات الـ PSDs الـ Scalable PSDs وهي ملفات تفتح ببرنامج الفوتوشوب ويمكن طبعا تأتي تصميمة جاهزة وتسمى Editable أو Scalable PSDs لأنك يمكن أن تعدل عليها وتصنع انطلاقا من ملف واحد العشرات من التصاميم التي يمكن أن تستعملها في تصميمك سواء على التشيرتات في مرش بي أمازون أو ريد بابو أو حتى على مذكراتك وكتبك في كي دي بي أو غيرها من المواقع كيف سأحصل على هذا PSD؟ طبعا هي ملفات غير مجانية لكن إن شاء الله في هذا الفيديو سأتيح ملف حصري مجاني من موقع فيكسلز هذه ملفات قوية جدا يمكن أن تعدلوا عليها وتحصلوا على عشرات التصاميم كما قلت بتعديلات بسيطة ببرنامج الفوتوشوب سأشرح كل شيء وسأتيح لكم هذا الملف بالمجان في هذا الفيديو مع بعض مصادر الأخرى مجانية كل شيء إن شاء الله في هذا الفيديو سيكون مجاني فتابعوا معي شكرا لكم مسبقا على متابعتكم وردتصدقت على الإعجاب لكي يرى المزيد من الأشخاص المحتوى المتعلق بالقناة ولنبدأ ذن إطالة في المقدمات شكرا لكم إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإخواني أخواتي مرحبا منكم كما قلت تلاحظوا معي هذا ملف البي اس دي الذي سأتيح لكم هو ملف حصري من موقع فيكسلز للتصاميم طبعا تحددت عن هذا الموقع كثيرا سأترك لكم رابط تحميل هذا الملف وهو ملف كبير متاح في هذه الصفحة الخاصة ومن أرد طبعا أن يشترك في الموقع فأنا كنت رشحت الموقع لمن أرد أن يستثمر شيء من المال فليشترك في الموقع رائع جدا لكن ملفات البي اس دي سأتيحها لكم وإن شاء الله سأقوم بإتاحة ملف كل أسبوع من هذه الملفات الرائعة الجميلة جدا التي استفدت منها شخصيا بعمل سكيلا بل ديزاينز سأشرح لكم كل شيء في هذا الدرس إن شاء الله وكما قلت من أرد أن تسجل سيجل أتمنى هنا وبالمناسبة الرابط الخاص بالأفيريت الخاص بي فيه التمن ناقص يعني هناك خصم فيه إذا رأيتم الآن عندنا ميرش ميرش الأكاونت أو يعني السبسكريبشن العادية بالـ 18.99 في حين أنها إذا دخلت لموقع مباشرة ستجدها 21.99 فمن أراد فليدخل بالرابط الخاص بي لكي يقوم بأعمل أو الاستفادة من هذا الخاصم هو رابط أفيريت كما قلت شكرا لكم إذا هذا هو الملف الذي سنقوم بالتطبيق عليه ودخلوا للرابط الملف مجاني قموا بتحميله free download هنا وسوف تحملونه ستجدونه يعني هكذا في الـ Winrar فيه 163 ميجا بايت أنا قمت بفتح فك الضغط عنه ستفتح هنا ببرنامج الفوتوشوب عادي طبعا قبل أن أبدأ أردت فقط أن أشارك معكم أيضا بعض الملفات المجانية المهمة جدا والرائعة من كرياتيف فابريكا هناك بندلز لفونس عبارة عن فونس هي مجانية ودخلوا للرابط مجانية حملوها رائعة جدا هي في الأصل بريميوم هذا البندل الأولى فيها مجموعة يعني حزمة من 60 نص احترافي و جميل جدا كما تلاحظون الثانية فيها هذه البندل أيضا فيها 20 فونس أيضا مجانية والثالثة هذا العشرين فونس الأخرى فريماجيك الفونس 20 خط أيضا وهذه أيضا كيوت فونس 20 خط وهذه أيضا تقريبا 27 خط تلاحظون معي 1 2 3 4 5 5 حزمة مجانية من موقع كرياتيف فابريكا وقد وضعوا هذا العرض يعني لن يكون لوقت طويل أظن ستجدون رابطة في رابطة في الديسكريبشن ادخلوا وحملوها واستفيدوا منها إذا عندك هذه الخطوط لن تحتاج أن تشتري خطوط في المستقبل هذا كل ما في الأمر الآن طيب أنا كما قلت لكم هذا الملف تفتحه بالفوتوشوب ستظهر لك هذه الصفحة لأنه ليس لدي الخط الأصل الذي صمم به التصميم اضغط على Don't Resolve أو Cancel لا يهم أيها هذا هو التصميم اللاير الأول في هذا يعني بعض التعليمات لا يهمونه ستأتي لي اللايرز ستحذف هذا اللاير بالحذف هنا Delete لا نحتاجه ثم سترى هذا هو التصميم أو الملف الأصلي إذن كما قلت في هذا الملف هذا والملف الأصلي ستعدل على هذا التصميم تلاحظون فيه النص والباكراوند الخلفية الرمادية هذه يمكن أن تعدل وتضع التكس الذي تريد سأريكم نماذج من التصميم التي صنعتها بهذا التصميم هذه هي النماذج التي قمت بيعني تصميمها سأغلق هذه الصور صنعت ثلاثة تصميم بسرعة يعني في دقيقتين تقريبا طبعا تبحث عن نيش معين مثلا هذا التصميم يقول I'm too bad at work ووضعته على هذا الموكب سأريكم أيضا كيف تتضعونه على الموكب إن كان طبعا متوفر ذلك موكب أنا وضعته في الموكب الخاص أيضا في موقع فيكسلز هذا هو التصميم الأصلي جاهز للرفع على المنتوجات التي ستقوم برفع على أمازون كي دي بي أو على مرش باي أمازون أو غيرها التصميم الثاني هو هذا الملف الأصلي وهذا الموكب هذا أيضا التصميم الثالث هذا الموكب وهذا التصميم الأصلي يعني PNG الصورة كما تلاحظون يعني إذا قمت بفتح الثالث هي المتوافقة مع منصة مرش باي أمازون ممتاز نفس الثالث يعني لن يكون لديك إن شاء الله أي إشكال طيب طريقة التعديل سهلة سهلة جدا التكست سوف تضغط على هذا طبعا يقول لك وهنا وهنا يعني 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 وهنا سأضغط على نقرتين في أسفل أضغط على لأن ليس لديك النص هذا النص كما قلت أضغط على الملف التكست وسأغير النص التكست للتكست الذي أريد أن اكتبه أنا يعني في أي على حسب النيش طبعا سأضغط على كما قلت التكست Tool ثم أضغط تلاحظون أن النص سيتغير لأن ليس لديه هذا النص أنا سأختار النص الذي أريد فيما بعد مثلا كما قلت أكتب نفس التصميم هنا فقط لكي أريكم كيف تعدلون هنا أكتب ثم أضغط هنا أو سأضغط على نفس القضية التكس لكي أغير النص أنا سأختار هو الذي أشتغل به كثيرا وهو خط جميل جدا حملته سابقا من موقع ثم أقوم بتصغير قليلا بالضغط على أو بتصغير التصميم بعد أن أنتهي من كتابة التصميم الذي أريد سأقوم بعمل أو اختار من هنا ثم سأضغط على ثم أنتظر قليلا لكي يتم التحميل أو تحميل التصميم لكي يظهر معي التصميم الجديد ثم كما تلاحظون معي هذا هو التصميم الآن إذا أردت أن أغير هذه الخلفية سأفتح التكستر بنفس الطريقة أضغط على هذه الأيقونة في أسفل الأسفل وأقصى اليمين عندي ثلاث تكستر تأتي مع التصميم هذه وهذه وهذه التي كانت في الأول إذا أردت أن أستعمل إحدىها فالأمر راجع إلي إذا أردت أن أستعمل الأخرى أنا استعملت في هذه التصميم الثلاث كما تلاحظون هذه الأصلية وهذه استعملتها الأخضر والبرتقالي استعملت هذه الخلفية بالبرتقالي وهذه الخلفية بالأخضر أنت أختار أي خلفية تريد أنا سأختار مثلا في هذا التصميم هذه الخلفية الصفراء ثم سأقوم بوضعها على على منصة العمل سأصغر مساحة العمل قليلا طيب سأقوم بعمل فليب لهذا التصميم هكذا ثم أكبره حتى يأتي على كل مساحة العمل أضغط أوكي ثم أخفي التصميم الأصلي وبنفس الطريقة أضغط file save وأنتظر قليلا حتى تظهر معي الخلفية أو تأثير الخلفية في النص الأصلي طبعا على حسب الحاسوب عندك إن كان عندك حاسوب بسيط فالموكبس سيشتغل بشكل تخيل نوعا ما طيب إذن هذا هو التصميم الأصلي كما ترون هذا هو التصميم الأصلي عندي طبعا هنا اللون لاختيار تتحكم فيه لترى لون التيشرت إذا أضغط على الأحمر سيصير تيشرت أحمر هنا أبيض أنا سأتركه في اللون الأسود لكن عند عمل export الآن سنحفظ التصميم لكي نرفعه إذا أردت أن تحفظ التصميم قم بإخفاء لون التيشرت يجب أن تحفظه بصغة إذن سأضغط على file ثم لكي أحفظ التصميم يكون جاهز للرفع ثم أسميه أي شيء سأسميه أربعة مثلا التصميم الرابع ثم أختار PNG يعني تصميم بدون خلفية وأذهب لديزاينز هنا وأقوم بحفظه أنتظر قليلا حتى يتم الحفظ إذن الآن تم الحفظ عندي سأدخل للفولدر هذا هو التصميم كما ترون معي هذا هو التصميم الأصلي بصيغة PNG جاهز يعني الرفع على مختلف منصات POD كما ترون تصميم عالي الجودة بنفس القياسة المطلوبة إلا إلى هنا الآن صار تصميم جاهز يمكن أن ترفعه على أي شيء تريد طبعا إذا أردت أن تسوي قليل التصميم الخاص بك بعمل عمله على مثلا ما صنعته لا يمكن أن تبحث عن مواقع الموكب موقع يتيح أيضا يعني قضية هنا عندهم الموكب ما عليك إلا أن تقوم برفع التصميم وتضعه على الموكب ثم تقوم بتحميله أنا طبعا قمت بتجهيز هذا مسبقا لكي لا يطيل في الوقت هذا التصميم الأول رفعته هنا تتحكم في لكي يظهر كبير أو صغير تأخذه للأسفل للأسفل أو للأعلى على حسب أو الوضع التي تريد وهنا تتحكم في لون التيشرت أنا أريد التيشرت أسود كما قلت لكم إذن سيظهر التيشرت أسود بهذا الشكل هذا موكب طبعا هنا الكاتيجوريز وسيعطيك موكب كثيرة كثيرة جدا في كل الكاتيجوريز في تي شرت في جميع المنتجات كثيرة جدا وطبعا أضغط على داونلود وأقوم بتحميل الموكب الخاص بالسائز الذي أريد سأختار ثم أقوم بعمل داونلود وسيقوم يعني الموكب يعني التحميل إذن هذا كل ما في الامر إخواني إخواتي أرجو أن يكون الدرس قد أعجبكم وكما قلت الملف متاح بالمجان على موقع منصة فيكسلز في الرابط الذي ستجدونه في الوصف وإن شاء الله كل أسبوع أقوم بعمل تطبيق على تصميم جديد سكيليبل بي اس دي جديد وأتيح لكم بالمجان إن شاء الله شكرا لكم وإلى درس مقبل إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته